اشتركوا في القناة تأكيد على الرفض الفلسطيني لحضور مؤتمر المنامة وعدم تفوض أحد للحضور بالأصالة عن الفلسطينيين معربا عن قناعته بأن الورشة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة لن يكتب لها النجاح قبل كل شيء هناك حل سياسي عندما يكون هناك حل سياسي عندما تطبق رؤية الدولتين عندما نرى دولة فلسطين على حدود 1967 حسب ما هو وارد في القرارات الشرعية الدولية عند ذلك نقول أيها العالم تعال لمساعدتنا نحن مستعدون للمساعدة أما أن تحول أمريكا القضية كلها من قضية سياسية إلى قضية اقتصادية فنحن لن نقبل هذا ولذلك قلنا لن نحضر المنامة بكل وضوح وصراحة ولا نشجع أحدا أن يذهب لحضور المنامة ونحن متأكدون أن مؤتمر أو ورشة المنامة لن يكتب لها النجاح وقال الرئيس الفلسطيني إن تمسك الإدارة الأمريكية بمخالفة الشرعية الدولية وتنكرها للتسوية العادلة والشاملة يدفع الفلسطينيين لعدم التعامل معها ويعزلها عن عملية السلام ونحن متأكدون